لإطراء النقاش أكثر حول دهرة اختطاف الأطفال نسعد باستضافة السيد فاتح بن عبد القادر كاتب جوزائري وباحث في الجريمة أيضا نسعد باستضافة الأستاذة جهيدة بطريقة خصائية في علم النفس سهلا بك معنا سيدة جهيدة شكرا مساء الخير أهلا بك معنا سيد فاتح عبد القادر نرحب أولا بسيد فاتح بن عبد القادر جاءنا من مدينة قصنطينا سيد فاتح عبد القادر ألف كتاب مشهور حول دهرة الاختطاف في الجزائر الحلول والأسباب تم إصداره منذ مدة ليس بالبعيدة وهي سابقة من نوعها في الوطن العربي الكتاب لسيد فاتح بن عبد القادر يتنول اختطاف الأطفال الأسباب والحلول أيضا وفيه قراءة قانونية اجتماعية السليب تفادي فعل الاختطاف لكن هذا الكتاب كما سنتناقش لم يلقى اهتمام كبير من طرف السلطات على كل إنسان نضع هذا الجانب من الحوار بعد لحظات سيد فاتح بن عبد القادر لما تبعنا تقرير فيما يخص أراء السياسيين وزعماء الحزاب السياسية فيما يخص تطبيق عقوبة الإعدام قلت لي عندك إضافة فيما يخص هذا التفضل بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة في الحقيقة هي كما تفضل من قبلي يعني أخصائيين في هذا الجريمة أنها قضية حساسة جدا والإضافة اللي رح نقدمها بإذن الله فيما يخص قضية الإعدام نعم أنا أضيف صوتي إلى رفع تجميد تطبيق عقومة الإعدام أنا مع الإعدام وإعدام هؤلاء المرضى هؤلاء الذين يختطفون الأطفال لكن يجب تصحيح المفاهيم الإعدام هو جزاء وهو عقوبة هو جزء من الحل الإعدام ليس كل الحل لأن القضية طبية واجتماعية ونفسية تعالج على مستوية كثيرة أنا أعطي لهؤلاء الناس أربع إشكاليات إذا جاوبني عليها أي إنسان فله كل حق نفترض أن الطفل أختطف قام فعل اختطاف ولم يظهر له أثر مثل ما حدث مع الوجوه البريئة التي نتبعها ياسر قضية الطفل ياسر ياسر يعني لحد اليوم لم يظهر ياسر نعم كثير من الأطفال لم يظهروا حتى اليوم ماذا فعلنا الإعدام في هذه الحالة؟ الطفل لم يظهر من نعدم؟ الجاني غير معروف هذا إشكالية الأولى إشكالية الثانية الطفل وجدناه وجدنا الجد تتعوي يعني الطفل مقتول وجسامة الخطر والجريمة ترتقي إلى عقوبة الإعدام ولكن الجاني لم يترك آثار الجريمة في مصرح الجريمة من نعدم؟ هل نعدم السيارة السوداء؟ قيل شاهدوا سيارة السوداء حملة الطفل المشات به الإشكالية الثالثة لقنا الطفل ولكن تم تعنيفه أو الاعتداء عليه وجدوه في حالة يوثى لها الطفل حي وتم استرجعه لكن جسامة الاعتداء لم ترتقي هذا من ناحية نفسية يعني المشكلة ستكون عند الطفل فمن ناحية نفسية ومن ناحية القانونية كذلك من ناحية نفسية الطفل تم تعنيفه ورح تتبع هذه الآثار على سنوات يعني رح تمشي معه ورح تكون لها آثار سلبية كثيرة في حياته وعلى عائلته كذلك لانا جسامة الخطر لم ترتقي يعني ما يقدرش يعطيها جسامة عقوبة الإعدام الطفل معنف وأخته طف ماذا فدنا الإعدام هنا والإشكالية الرابعة هناك يعني حالات غريبة جدا من الاختطاف أنا طالعت عليها في بعض الوقائع اللي صارت في العالم العربي وحتى العالم الأجنبي في الولايات المتحدة الأمريكية قام شاب باختطاف طفل وتم الاعتداء عليه وتعنيفه ومن بعد قتله بيدنبيرد لما قبضت عليه الشرطة كان يبتسم وفي مجرية التحقيق لما سألوه قال لما أنا كنت غير معروف اليوم الكاميرات كلها تصور والعالم كله يكتب علي كان هذا وهدفي لكسب الشهرة وجلب الانتباه إذن فيه فئة تختطي في الأطفال ونزيدك أكثر من هذا حبثت في الجزائر في بير خادم حبثت توقفة حافلة في محط الحافلات والحادثة موثقة لدى الجهات الأمنية قام طفل باختطاف طفل قام شاب باختطاف طفل ويمشي في الطريق ويقول هذا ابني وتبين أنه لا علاقة مع المرأة ولا علاقة مع الطفل أنا من طلعش على مجرد التحقيق ولكن تبين أن الطفل عنده نوبات هستيرية ويحب يجلب الانتباه إذن أمام إشكاليات عدة كي أن هناك اختطافات لا يمكن معالجتها بالإعدام هذه الإشكاليات الأربعة لكني أنا مع الإعدام أنت توفق الإعدام ولكنه هو جزء من الحل ولكن ليس أحل طيب سيدة جهيدة بوتريق طرح أربع إشكاليات أقنعني نوعا ما يعني بالإعدام ليس حل كل يعني حل جزئي فقط يعني هنتوا وفقينه في هذا الرأي خاصة أمام إشكاليات الأربعة ليترحها نعم إشكاليات بسم الله أحمر رحيم شكرا لم يساعد الاستضافة الله أخليك وشكرا للأستاذ فاتح لأنه قام بخطوة ممكن كثير من الأخصائيين ولا القانونيين ما صدروا ناش كتاب ولا ألف كتاب يهدر على قضية الاختطاف أو ظاهرة الاختطاف كحالة واجتماعية راهو يتعرض لها وهذه القضية أو الظاهرة قديمة يعني قديمة وجديدة ربما وسائل الإعلام يعني فتحة المجال أنه يبانوا هذه الدورة أكيد وسائل الإعلام دائما عندها دور كبير في إظهار هذا النماذج وأيضا في إظهار الحقائق للمجتمع سواء قبلوها أو لم يقبلوها لأنه كثير هناك مولد وهناك معارضة أيضا حتى في الإعلام وسائل الإعلام لذلك أنا نرجع لنقطاتها هل أوافق أم لا بحكم لا أنا أسمع نعم الإشكليات أربعة أسرة المختطف وفي الأخير نخص بالذكر حادثة نيهال ربي أرحمها نعم حادثة نيهال نيهال كانت في العرس وكانت يعني تعيش في منطقة كما تابعنا أنه منطقة يعني نائية معزولة ما كشب فيها السكان بزاف يعني الناس بينين اللي راحين يكونوا حاضرين تلك نعم وهي الفكرة التي تكرتها في الكتاب تاك اختطاف الأطفال تكرت أنه في الأعرس ويتم اختطاف الأطفال الأخت الأميس منذ جونفي 2008 بعد اختطاف الطفل ياسر جنحي بمدينة الخروب بقسنطينة لما اطلعت على الحيثيات والواقع لي صارت في المحكمة وكيف تم تعنيفه ودبحه وكذا وكذا يعني لا داعي لذكرها ألمني الموضوع كثيرا ومنذ ذلك الحين وأنا أبحث الإنسان اللي حبي يساهم في حل مشكلة الاختطاف لا يندد أنا في رأيي على الأقل لا يندد بل يجتهد ويقدم الإضافة عزمت أني أجد حل هذا الموضوع وبدأت أجتهد وتوصلت للأشياء على أسس علمية أن هناك أوقات يختط فيها الأوقات هناك أوقات يختط فيها الأطفال وهناك أماكن يتم احتجاز بها محاور في الكتاب أهمها من هو الخاطف سلوكه هو تفكيره مستويات تنفيذ جريمة الاختطاف ما هي أوقات الاختطاف الأطفال وأين يتم احتجاز الأطفال وقتلهم باختصار لو تعطينا فكرة على هذه المحاور الأساسية الموجودة في الكتاب نعم أنا باختصار سميتهم أوقات تنشط فيها حركة المواطنين وأوقات تنقص فيها نشاط المواطنين الأوقات التي تكثر فيها حركة المواطنين نشوفه في المنتزهات شواطئ البحر والمسابقات الرياضية وكثير وذكرتها بالتفصيل يكون هناك اهتمام بالحادثة وبالتظاهرة وما يكون هناك اهتمام أكبر بالفئة هذه والضل ويتم إبعادها ويتم اختطافها في هذه الظروف ومديت كذلك أزمينة وأوقات يتم اختطافها الأطفال ومن بينها تكلمت على الأعرس قبل ثلث سنوات قلت أن الخاطف من بين المدعوين في العرس سيدة جاهدة بوتريق عادة ما يكون الخاطف من الأهل من الأقارب ولا يكون موجود لإبراهيم وهارون شاهدنا الفيديو وما كانوا متواجدين مع الناس يحوسوا على إبراهيم وعلى هارون رب يرحمهم يعني كيف تكون نفسية على الأشخاص يعني سلوكيات على الخاطف كيف تكون ضامير تاعه كيف يكون الإحساس تاعه ممتاز شخصية الخاطف عادة ما تكون شخصية مريضة لها شخصية سيكوباتية عامة أو إسادية شخصية سيكوباتية هي ضد المجتمع تكره المجتمع نشرح فقط هذه الكلمة نعم سيكوباتية هو مرض نفسي شخصية سيكوباتي يقولك أنا هو المثل الأعلى أنا هو الأحسن ما يحبش الناس يحب أنه يبرز ذاته حتى لو كانت مثل شخصية فرعان شخصية لما قال أنا هو ربكم الأعلى هو شخصية سيكوباتية يفرد ذاته على المجتمع وفي نفس الوقت يكره كل الأفراد اللي موجودين حوله ويحب المتعة نتاعه واللذة نتاعه لما يقاذي الآخر يحس بمتعة كبيرة لذلك شخصية سيكوباتية عادة ما تكون هي شخصية الخاطف أو السادية أيضا شخصية سادية تحب أنها تعذب الآخر وتتلذذ بتعذيب الآخر نعم وتتعذب وتشوف أنه ما كانش معندوش ثقة في نفسه يحاول أنه دايما الإرهاب النفسي موجود وحاضر لأنه هذا يحقق له المتعة أو اللذة النفسية هذا فيما يخص سلوكيات الخاطف أنا أضيف فقط للأخت المحترمة فيما يخص شخصية الخاطف لما نعرف أن قضية الاختطاف هي تمرس على ثلث مستويات الاختطاف كعمل انفرادي وهذا هو الشائع في الجزائر لكن هم شو الاختطاف كعمل منظم وكعمل إرهابي نقوله الحمد لله البلاد رأي في استقرار ما كانش فوضى ما كانش حرب أهلية ما كانش كذا لكن ربما فيه عمل منظم يعني بعض الأفراد ينظموا نفسهم في شكل عصابة ويقوموا بالاختطافات شخصية الخاطف أوضيف عليها السيكوباتي نقوله البسيكوبات وكذلك مرضى الدهان المجانين والمرضى يعني قادر يكون المرض نفسي والمرض يمكن أن يكون عضوي ويمكن أن يكون جنسي يعني لازم ناخد بعين الاعتبار جلي حالات المرضى وهذا بما يسمى في الولايات المتحدة الأمريكية بنك المعلومات هذو الناس اللي يعنفوا الأطفال عندهم بما يسمى البنك الميلف ويتم إحصاء في قوائم إسمية جميع هذه المرضى الخاطفون هم ثلاث أشخاص هم الناس المرضى الشخصية السيكوباتية كما تفضلت ومرضى الدهان يعني مرضى الجنون الجنون هو من بين الأمراض يعني مرضى الأعصاب فيها الغير المرضية فيها أشياء كثيرة يقومون باختطاف الأطفال بدفع ممارسة الجزء التلدد التسلط والانتقام الشخصية الثانية من المختطفين هي شخصية الفاسدون أخلاقيا والشخصية الثالثة هم الإرهابيون والمجرمون يعني على مستوى هذا نحكي على الاختطاف بصفة عامة في العالم إذن المختطفون ثلاثة المرضى والشخصية السيكوباتية والمرضى الدهان الشواد والفاسدون أخلاقيا والإرهابيون والعصابات المنظمة جيد طب لو ننتقل الجنب القانوني عملت قراءة قانونية اجتماعية في كتاب اختطاف الأطفال الذي يخصك قلت لهم في الكواليس أنه هناك فراغ قانوني كبير في قانونة الأطفال نعم يعني أنا استغربت أمر لما يقولوا هناك ترسانة قانونية جميل وأكيد أنه هناك ترسانة قانونية لكن لو نطلع ونحلوا المواد في قانون 401 أو 502 أو 15-12 المتعلق بحماية الطفل أو قانون المراقعة 21 نرى أنه خاصة في المواد التي تنولد الاختطاف يعرفوا الطفل يقول لك لما يختطف طفل قاصر عندنا الطفل القاصر في التعريف القانوني هو تحت 18 سنة كل ما يقل سنة عن 18 سنة حتى أنه المدة زمنية ربما ليتصلوا فيها مدة كبيرة على الاختطاف حتى يمر يوم أو يومين بعد تقدر تتوجهها بشكوة رسمية يعني فيما يخط الأطفال كذلك هذه وهذا خطير هذا الموضوع وكذلك أمر آخر لكن يعني راح بدي أصبحت عند الأولية يعني الأطفال هما قدام المنزل لكن الأولية عادوا يتوجهوا عند الشرطة ومن بعد يلقوا الأطفال تحمل الإشكالية لميز حتى أنه يعني آخر حادثة لي هي نيهال نيهال لما جروا التحقيق خالتها وش قالت؟ قالت أنه ابنها شايف الخاطف وقال لها ماما شفت وحش بعد واش يقال لها هذا الكلام؟ بعد ما فاتت مدة وكتشفوا أنه نيهال ميتة والقاو الأثر الجريمة باش تكلم الطفل؟ علش تكلم؟ لأنه هناك خوف هناك أنهم يخافوا لو كان يعاود يرجع ذلك الخاطف يخططوا وحتى ولا مقاش أنه رجل مقنع دير قناع على مقاش لأنه أحنا بعض التعريفات اللي قوموا بها أولياء الأمور هذا وحش هذا غول هي اللي يتعرض الطفل للخوف ويخاف أنه يصرح مثلا شخصية الخاطف أو أنه يتكلم على الحادثة أصلا حتى أنه الفيديو اللي قاموا بينشروا على اليوتيوب لجد الطفلة أنا يعفوه يعني هو كان بكل عفوية لكن طريقة التعامل مع الطفل في سنة نهاية في السنوات ما هي قراءتك يعني إلا لهذا الفيديو قراءتي لهذا الفيديو يعني بعد ما حللت شخصية المحيط اللي عايشها فيه نهال أفراد عائلة نعم نهال حتى هي تعيط اللي كان تصرخ قعد ناس يسمعها لا بالعكس لأنه على نهال تعتقد أنه كان هناك حماية خارجية لذلك اطمألت للمحيط ديالها فنوع مثل هذا المحيط هذا يا ما نقدروش نخليه والطفل فيه دون أن نوفروا له الحماية لأنها هي معتمدة على حماية الأشخاص اللي اكبار والأولياء وخاصة إذا قلنا أنه في منطقة جبلية الناس تعرف بعضها في الريف محيط صغير حتى شفنا المنطقة اللي تعيش فيها عليها خاصة نعم توجهة العرس في در نعم العرس معناها كل الناس تعرف هذا الشخص كل الناس تعرف هذا الشخص كل الناس تعرف هذه الأطفال لما لأي بيت ينتمي حتى لو كانوا يلعبوا أو يكون حتى أنه بعد ما صارت ظهرت الجريمة الكل قال لك احنا شاهدنا الخاطف وكل واحد بدي يصرح علىه لأنه قبل اكتشاف الجريمة الكل يخاف من شخصية الخاطف أنه رح يتعرض نفس السلوك اللي يتعرض له المختطف لأنه في القانون اللي يبلغ على الجريمة وذلك ما فيش حماية هو عندوش حماية يعني هو متهم عندوش حماية ما عندوش قاية حماية هو في قانون الإجراءات الجزائية المعدل في حماية للشاهدين وهذه إضافة لكن المبلغ ما فيش حماية مبلغ يعني ما فيش حماية وهذه تبقى فراغات قانونية الحد الآن يعني يجب نظر فيها يجب خلق آليات لأنه الآن نميس صارت أكثر من حالة اختطاف ياسر إبراهيم هارون شيما كلهم تعرضوا إلى نفس السيناريو هذه الخلايا النائمة الموجودة في المجتمع كيف نعالجها وشنه هي الآليات لأنه الأطفال كل يوم كل ما يشوفوا هذه الظاهرة طفل يختطف وما يحماش وزيد جريمة قتل رح يخافوا على أنفسهم ورح يتعرضوا ورح يخافوا حتى أن الأشخاص ضيع ثقتهم بنفسهم يصبح الخوف زائد حتى الأولياء تصبح ثقة الخوف اللي يبعثوها الأطفال هم زائدة الآن تشوفي الأولياء الأمور كلهم يروحوا مع أولادهم للمدرسة يمشوا معهم فوبيا الخوف هذه سيطرة نعم لكن الأخت لميس لازم نحده صور أو إشكال الاختطاف الاختطاف عنده خمس صور الاختطاف بالعنف أو بالقوة ويتم فيه استعمال كل الأساليب البدنية والفكرية الاختطاف بالتحايل الاختطاف بالإغواء الاختطاف بالإكره والاختطاف بالاستدراج وهذه الصورة الأخيرة هي الشائعة والأغلب في بلادنا الجزائر يعني أغلبية الأطفال تم استدراجهم لأنه الطفل صغير وغض ولم يكتمل ولم ينضج ونعلم أنه الطفل صغير ناقص تمييز وناقص إدرك ما يعرفش الخطر وهذه الصورة الأخيرة اللي هي الاختطاف بالاستدراج لما نعرفوها تتجلنا لنا يعني كيف يعني هذا الناس يلجأوا لهذه الصورة خاصة يعني الاختطاف بالاستدراج الاستدراج هو نقل الطفل رويضاً رويضاً من حال من بيئة معلوفة إلى بيئة غير معلوفة دون استعمال العنف يعني الطفل الضحية يعلم قصد الجاني لكنه يدهل للنتيجة من بعد ذلك يعني الطفل يعرف أنه الجاني حاب يتقرب له وحاب يجبه له لكنه لا يعرف النتيجة يعرفه بقصد الجاني لكنه يدهل للنتيجة إذن ما العمل لو ندخل في علم الغيبيات مقدروني نرجو نسألون نهال ونسألوا إبراهيم وهارون كيف تم الاتصال فيهم وما أغرهم يبقى وصغار وعقل ينفض ولم يكتمل إذن نحن طالبين بتطوير مهاراتهم طيب ما هي أليات رد على الجريمة وعلى جميع المستويات بكل صحيح أليات رد على الجريمة يعني بعدما تغمقت وبحثت في هذه الجريمة وقلت منذ سنة 2008 وعرفت بلي أنه لأنه منذ 2008 طالبت الناس بتطبيق عقوبة الإعدام أنا انتقلت مرحلة جديدة عرفت بلي عقوبة الإعدام لن تتبق إذن اللي يحب الأطفال لازم يجيب لهم الإضافة عرفت بلي لازمنا نظام إندر مبكر طيب حدثنا كثير حتى نفهموا إندر مبكر ونظام الإندر مبكر يسبقوا شرط وهذا الشرط هو آلية كذلك وهو تطوير مهارات وقدرات أطفالنا حتى يتفادوا الخاطف أنا قمت حتى بتجارب مع أولادي يعني عندك مخطط نعم عندي مخطط طيب شرحونا نعرفه هو نظام إندر مبكر أنا أقترحه يعني على السلطات لو تكون في أدن صغير رح يكون عنده فعالية بإذن الله سميته يعني أرجعوا طفلنا أو إرحموا صغيرنا نظام الإندر هذا المبكر في خمس دقائق الرسالة النصية اللي تتعلق بالاختطاف أو الاختطاف أو الاختفاء توصل 35 مليون جزائري يعني دون إطار ضجة أو بلبلة فقد توصل به سهمه في إيجاد هذا الطفل كيف يتم ذلك كيف يتم ذلك هو ثلث مرحل قبل الاختطاف وقوع فعل الاختطاف أو الاختفاء وبعد الاختطاف قبله يعني هو يكون اختفاء ومبعد يصبح اختطاف نعم الاختفاء هو مفهوم شامل يدخل ضمنه كثير من الأمور أما الاختطاف هو فعل محدد هي جريمة مركبة يتم إبعاد أو انتزاع طفل من حضينه الشرعيين لممارسة أفعال مستقبلية لاحقا قبل الاختطاف يجب بالله وهذه أمور يعني نقدر نقوله هي أمنية بما يسمى بمنك المعلومات أو القوائم الإجرامية أنا في رأيي ولاحظت كثير طلعت على تقارير وما باحث الاف بياء يعني في الأشريطة يعني شفت كيف فادم هذا بنك المعلومات في قضايا اختطاف الأطفال وهو إعداد قوائم إجرامية تضم هذه القوائم على مستوى كل قطع حضاري وبلدية في قسنطينة يتم إعداد قائمة للشواد الجنسيين ودوي السبابق المنحرفون المعروفون بتعنيف من الأطفال من قبل وحدث هدف الجزائر المرضى والمجانين والمتورطون في تنظيمات إجرامية احنا شفنا الطفل اللي اختطف إبراهيم وهارون معروف لدى الجهات الأمنية ولدى المصر عنده سوابق عدلية وليس سوابق عدلية فقط وإنما سوابق عدلية في نفس الجريمة كان تم اختطاف طفل وتم الاعتداء عليه يعني لو كان هناك قائمة على مستوى كل قطع حضاري أو بلدية بما يسمى القوائم أنا سميتها قوائم جنائية لما تكون هناك حالة اختطاف يستدعيه الأولياء ويطلعوا للقائمة وصورها عسى ربما أن يكون من أحد الجنات يكون يعني يشاهدوا إنسان أو يكون ضمن هذه القائمة هذه قائمة مسبقة وتسمى بنك المعلومات تم اختطاف طفل أو أخته فيها لأنه ينطلق نظام الإمدار باقتراح من النائب العام المختص إقليمين أو وكيل جمهورية يختر به وزير هذا الشكل فقط وضعته يعني يختر فيه وزير نظام مبكر نظام مبكر تم اختطاف الطفل باقتراح من وكيل الجمهورية أو نائب العام المختص إقليميا يختر فيه وزير العدل هو المخول يعني الوزير العدل عندما يثبت هناك حالة اختطاف لأنه ما المغزى من الاختطاف والاختفاء في معالجتهم أننا نسترجع الطفل حي على الأقل أخت لميز نسترجع الجثة سالمة اليوم الجثة أصبحت تتحلل في المجاري المياه الجثة أصبح تنهج هالكياب مو يبقى إلا العظام يعني حتى أثار الجريمة ما قدرنا نعرفه ما هو الجاني إذن الغرض من نظام الإنان أننا نستبق الجاني وأفكاره أننا نسترجع في البحث وفي استرجاع الطفل وزير العدل يعني يعطي الأمر مصالح الدرك أو الشرطة في إطلاق هذا النظام النظام هذا كيف يمشي هي رسالة نصية فيها جملتين يعني 20 كلمة اسم الطفلة عمرها يعني معلومات هكذا يمكن توفيد تصوري في 5 دقائق يتم إرسالها لكل كيف يتم إرسالها الوسائل للإعلام إداعة وتلفزيون مراكز النقل محطات نقل مطارات موانئ قطارات ومحطات النقل البري لماذا؟ هناك أطفال تم تهريبهم خارج الوطن مختطفون حتى يعني الإتجار الإتجار بالبشر حتى أنه لجوتت يعني يتواجدوا في عمليات أخرى نعم نعم لجوتت لغرض الشعوادة لغرض الدجل لغرض يعني الإتجار بالأعضاء هو مفهوم واسع فيه كثير من الأمور إذن الرسالة نصية توصل لوسائل الإعلام توصل لمركز النقل يتم بثها في اللوحات الإشهارية على مستوى محطات النقل وكذلك الشركاء يعني في الوقت بل يعطى في التالاختطاف في الوقت اللي يقرر وزير العدل اللي يطلق هذا النظام الأمر أنا هذا اجتهاد تعي فقط الشركاء هما الأماكن العمومية لوحات الإشهار في الأماكن العمومية هذه الرسالة نصية تفيد ربما إنسان يشوف هذيك الفتاة أو يشوف الجاني أو صافه بعدها فيما يخص للمدن ربما الكبرى لكن في المناطق النائية يعني كيف ساحة تكون هني قلت لك هذا هني تكلمت قبل الاختطاف على القائمة الجنائية قلت على مستوى كل بلدية وعلى مستوى كل قطع حضارية تم إعدادها القائمة الجنائية فيها الشواد فيها المرضى فيها المجانين ودوي سوابق العدلية ساحة في الواقع ما يكونش أستاذ في الواقع ديمن الإحصاء لما نجو نعملوا إحصاء الشواد ولا المرضى النفسية ما رحش يعترفوا كأن بزاف أهالي يغطيوا على أولادها أنا شاهد في هذا الأمر يغطيوا على أولادها صح حقيقة كل يوم رأيهم ديرين يتنمروا على أهل الحي يمرسوا ضغوطات على أهل الحي يضغطوا عليهم لا فيه آليات لو يكون هناك إن شاء الله متسعة من الوقت نشرحها إذا النظام الإندار يوصل الشبكة توصل الاجتماعي فيسبوك تويتر وغيرها ومتعاملوا الهاتف النقال جيزي وأوريدو وموبيليس يعني رسالة نصية في حوالي 5 دقائق توصل 35 مليون جزائري يعني يعلموا بهذا الأمر دون إثار دجاء وبلبلة فقط تساهم في إيجاد ويكون الخبر يعني منتشر يعني ربما سيارة فات وفل رسالة نصية سيارة حمرا وكانوا يعني حال التأهب قصوة يعني حال التأهب نعم هذا النظام الإندار كاين في الولايات المتحدة الأمريكية في كندا في بلجيكا ويسترجع 98% من الأطفال المختطفون بسبب هذا النظام بعد الإختطاف في المرحلة الثالثة وهو إقتراح كذلك يعني نشوفو رجال الضرك هما مشكورين ورجال الأمن لكن العناصر لما يتم اختطاف طفل في مناتق يعني تكون صعبة عندهم يعني مهام أخرى يعني ما يكفيش أنا فضلت أننا يكون فيها مساهمة تتمثل في الكشافة وفي الجمعيات الرياضية والثقافية وفي مناظرين الأحزاب هذو اللي يرامين ندهم يعني يروحوا يساهم فعليا في البحث وليس التحري في البحث عن الطفل المحتفي معنا رئيس شبكة نادا عبر الهاتف سيد عبد الرحمن عرعار أهلا بك معنا أهلا بك معنا أهلا بك أهلا بك مساوك سيد سيد عبد الرحمن عرعار معنا الأستاذ عبد القادر هو كاتب جزائري وبحث في علم الجريمة لديه اقتراح مهم فيما يخص اختطاف الأطفال والقضاء على هذه الظاهرة نضم عند دار المبكر سيختصر لك في كلمات تفضل أستاذ فاتح السلام عليكم الأخ العرعار مرحبا مرحبا بك الله يبارك فيك يعني أنا نظن اليوم مرانا مطالبين بالانتقال إلى مرحلة جديدة نعم وهي وهي يعني أنا قسمتها يعني إلى مرحلتين مرحلة الأولى هي تطوير وتنمية مهارات أطفالنا نعم والارتقاء بهم وحتى الأباء تطوير قدرات الأباء في تفادي فعل الاختطاف والمرحلة الثانية لقدر الله صراح هذا الفعل أنا أرى الأخ العرعار وجوب نظام اندار مبكر في أسرع وقت لأن القضية مشي إلى التفشي نعم وهنا شيء مطلوب أننا نضغي عليها الأجياء في قضية اليقظة والتبليل وما تبقاش فقط مختصر على الجانب الأمني والتي لازم تمشي إلى الجانب السردل والاجتماعي وهذا يساهم فيه الصفر في الحداز ويجعل نجعل منه العمزة الأجاسية في هذه اليقظة زائد الأولية وبهذه الصورة يصبحوا شركاء وانتقال مشاركتهم في مخطط اليقظة والتبليل في بداء المستوى الأمني ولكن في اليوم نطلب أنه يمتدي إلى الشق الاجتماعي والتربوي ولكن ما يمتعش فقط في إطار مبادرات وهنا ما يجعل نجعل منه إطار رسمي وهذا بتقنين من هذا الفعل على مستوى الأحياء وعلى مستوى العائلات ومضم بأن المشروع على القانون نقطع الانتصال مع السيد عبد الرحمن عراء لكل إنسانة عودة إليها أستاذ جاهيدة ما رأيك في المبكر الذي اقترحه الأستاذ فاتح فهو ممتاز هو مجهود يشكر عليه وبالحق كل واحد يشتهد من جهته لكي نجد آليات وسبل بش نمشيه بخطوات تطبيقية خطوات عملية مثل ما تفضل أستاذ فاتح وأستاذ عبد الرحمن عراء إذا كانت نقطة يقضى هي اللي راح تساهم لكن يجب أن تنتشر يجب أن تعمم في الجانب التربوي مثلا إذا كان السنة الماضية إذا تتذكر لم يسكن أول درس أخذوه في المدارس في الثانويات هو التضامن وكنا أحضرنا في البلاطا وتضامن أنا أقترح أنه هذا العام يكون درس وعي وعي للطفل كيفاش يتعامل كيفاش يحمي نفسه كيفاش يطور من مهارة تعرف على الآخرين على شخصيات الآخرين هذا مهم جدا يجب أن تكون هناك شرطة أخلاقية في الجزائر لأنه شرطة مشكورة على مجودتها لكن دائما شرطة أخلاقية يتلعب دور أشبه؟ الشرطة الأخلاقية هي اللي تلعب ورح تحرص يكون عندها موضوع محدد راح يتناقش فيه يعود معنا فقط سيد عبد الرحمن عرعار أنا بيكا من جديد تكمل الفكرة أو لا نتقل للفكرة أخرى؟ الفكرة أنا تكلمت أنه لازم الفاعل هذا الاجتماعي يصبح إهزامي في المجتمع من خلال القانون الوزارة العدل الأكثر إن شاء الله يتم إصداره عن قرير بما يخص الهقضة والتبريغ عن اختتافات بحيث يتم إشراء كل الفاعلين في المجتمع لا تبقى فقط الجهات الأمنية وإنما بكل الفاعلين الجمعيات والأسرة الأطفال يحدثهم القطاعات المعنية بحماية وأطفال وسائل الإعلام لأن الرتم المطلوب هو يكون فيه طول السنة ما يشبهك مبادرات أو حيث سنقوم بها وإنما يسمح جزء من حياة الأطفال اللي قضوا التبريغ عن اختتافات لأن الاختتاف اليوم شيء مبارد ما هو ملموس في أي وقت قادر نسجل بحايا في أي وقت قادر نسجل في مرات معينة سيد عبد الرجمان عرار فقط أستسمحك سيد أستاذ فاتح فقط الإندر المبكر لو تعطيه فكرة التي تحدثنا على الرسالة النصية وفيما يخص أيضا دعوة للعادل تفضل اختصار لو سامح هذا النظام المبكر الأخ العام هو يتمثل في رسالة نصية بعد ما يتم تأكد أن هناك حالة اختفاء أو اختطاف باقتراح من نائب العام المختص إقليميا يختر وزير العادل هو المخول لإطلاق هذا الرسالة النصية رسالة النصية يعني فيها عشرين كلمة يعني ربما لا تصل اسم يعني مواصفات الطفل المختطف أو الجاني يعني علامات كذا يتم إطلاق هذه الرسالة النصية من طرف الأجهزة الأمنية وقلنا هذه الرسالة النصية في خمس دقائق تصل خمسة وثلاثين مليون جزائري كيف؟ من خلال وسائل إعلام إداءة وتلفزيون محطات النقل حتى لا يتم تهريب الطفل أو إخراج الجتة أو الطفل ما زال حي خارج الحدود يعني النقل البر الموانئ المطارات وغيرها الشركة وهما الأماكن العمومية اللوحات الإشارية في الأماكن العمومية وشبكة التواصل الاجتماعي وكذلك متعامل الهاتف النقال وهما اللي هنا رح يكون لهم دور أساسي في إيصال هذه الرسالة النصية يعني اليوم نشوف حتى شريحة كبيرة رأي تملك الهاتف النقال إذن في وقت وجيس جدا تصل هذه الرسالة النصية ولا هنا يعني 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 أكثر سيد عبد الرحمن عرار ما رأيك هذه الاقتراح هذا هذا الشيء اللي رح يكون في القانون المقبل لوزارة العدل تقوم بإعداده لأن تعرفي تسريف أي معلومة عن ضحية مختطة أو مختفل يتطلب الجهات القضائية وتقنين العملية في حداتها السيد مشكور على الفكرة جدا وتساهم في الوعي والتحسيس ولكن لابد من تقنينها ونضم باللي فيه يعني انسجام مع الطرح هذا والقانون اللي رح يأتي وإشراك الفعل الاجتماعي وتربوي مع العائلات والأطفال يعني ممتاز هذا نعم شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرحمن عرعارة شكرا جزيلا لك باختصار فقط نظر لضيق الوقت أستاذ جاهد أستاذ جاهد أستاذ الأولياء وحتى للأطفال ممتاز الأولياء نظر الخوف اللي عدنا يشوفوه في عينين الأولياء وهذا أكيد أنه ينتقل للأطفال ويأثر عليهم يخليهم أيضا نسمى الخوف نحب نقول فقط الأولياء عادة ما يساهم الأولياء الأمور على اختطاف أطفالهم لماذا يزعزع لهم ثقتهم في نفسهم يحسسوهم أنهم عندهم تقديرهم ذاتهم الخوف الزائد أيضا عدم عدم إعطاء الطفل الأهمية والاهتمام فلذلك يقدر يروح بسهولة من عندهم حتى الضرب العنف التعنيف الطفل لداخل الأسرة تانيك يشجع التفكك الأسري أيضا علاقة الوالدين لما تكون طلاق أو موت أحد الطرفين هذا أيضا يساهم يخلي الهوة هذه نقصة الأطفال يجب تدريب الأطفال كيفاش يتعاملوا في الشارع من الأشخاص اللي أمنوا لهم وكيفاش يكون حتى أنه كان فكرة فقط شخص عطاه فكرة أنه تركيب شريحة الهاتف في ثياب الأطفال لكن كم من شريحة رح نركبوها في ثياب الأطفال نعم صحيح إذاك يجب إطلاق وعي الأطفال وحملات تحسيسية من أجل حماية أنفسهم نعم تفضل أستاذ دعفاتح من فضلك بالاختيفة في ظل هذه المعطيات رحت مع عيسى لأنه يجب على الأولياء تحمل المسؤوليات الأطفال هذو اللي توفاوا ما جاش الخاطف سيبرمانوهزم لكن لا نحمل الأولياء يعني لكنهم جزء من المسؤوليات أكيد لكنه هو جزء كبير من المسؤوليات نعم صح أني ننشغل بأمور شخصية أستفى يعني وليه الأمر يعني هو المسؤول بطبيعة الحال يعني الأولياء مسؤولين 90% هذو أبنائهم ونوه الأباء أنه الخاطف لم يأتي من السماء ورفع الطفل رحوا يتصل بالطفل قبل أن يختطفوا يجب تطوير مهارات الطفل في إختار الأب وفي يعني وفي إذا كان هناك تهديد أو استدراج للطفل لازم ننميه هذه المهارات حتى الطفل يخطر والدي أنه هناك غريب جيد وصلت الفكرة طيب لاحظنا هنا الجزء الأول هل سيكون هناك جزء تاني عن قريب إن شاء الله أنا أعمل عليه يعني يعني هو إن شاء الله راهوا في النهاية فقط كان أمور نشوفوا هذا إنذر المبكر رح يتم تطويره إن شاء الله بالإتصال مع جميل لكون حملة تحسيسية بهذا إنذر المبكر رح يكون عمبارة عن تفليلية بذلك مليحة نعم فكرة جيدة سلطات وطبع آدم ساغية إن شاء الله جسد في كتاب إن شاء الله في الجزء الثاني إن شاء الله ويتبقوا إن شاء الله شكرا جزيلا لك يا أستاذة جهيدة بوتريك شكرا لك على استضافة على ميسا وعلى كل المعلومات التي قدمتها لنا أشكر الموصول أيضا لأستاذ فاتح بن عدد القادر وهو كاتب جزائري وبحث في علم الجريمة جاءنا من مدينة قسنطينة شكرا جزيلا لكم على هذا النقص شكرا لكم